تنطلق الدورة الثانية عشرة لمهرجان تريبيكا سينمائي في نويورك ويعد هذا المهرجان موعد هام لسينما المستقلة نظم هذا المهرجان الممثل الأمريكي روبير دينايرو بعد أحداث 11 من سبتمبر يشارك في المهرجان هذه أسنة حوالي 90 فيلم سينمائي وثائقي نذكر منهم فيلم ميستيكس فور سترانجر الذي يصور حياة الفريق الأمريكي ناشنال أنا فعلا متشوقة لرؤية فيلم ميستيكس فور سترانجر فنحن اخترناه لإفتتاح المهرجان وهو عن فريق أروك المستقل ذو ناشنال هي قصة مؤثرة عن أخوين ستكون إفتتاحية مريحة ومبدعة ميستيكس فور سترانجر يقدم نظر حميمة عن فرقة بروكلين والفيلم من إخراج توم بيرنينجر شقيق المغني كما سيكرم المهرجان كذلك نيلسون مانديلا موسيقى كان قد حضر المهرجان الأول وكنا قد قمنا بتنظيم عدد من الحفلات عن ما جاء لأول مرة للولايات المتحدة وبما أنه سيحتفل بعيد ميلادي الخامس والدسعين فهذه فرصة لتكريمه تتميز أيضا هذه الدورة بالأفلام الوثائقية التي تروي حياة المشهير مثل مايكل هينيكي الفيلم هو التسلسل الزمني العاكسي لعمل المخرج النمسوي الأخير الحب الأول والقارة السابعة موسيقى الفرنسي إيزم ميار هو مؤلف الوثيقة الفيوسرا الفيلا الفيلا الفيلا